الله يعطيكم العافية إخواني الكرام وعليكم السلام دكتور الله يعافيك يا رب الله يعافيكم جميعا إن شاء الله يا رب هل هناك سؤال على الـ 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 إن شاء الله الأمور تمام إن شاء الله يلا يزيد زيد تفضل راتك العافية دكتور الله يعافيك يا زيد دكتور إذا ممكن استفسار بخصوص الكريدنس الـ دي أس أم بتكون أقوى أم لا الـ دي أس أم الـ دي أس أم بالسايكولوجيكال أسفكت إحنا نعتمد إنه مور كريدنس دان الـ لكن زي ما حكينا سابقا لما بنا نأخذ الـ الهيلت بريبتيشنر لا بيكون الـ أي سي دي يعني مور كريدنس لكن إحنا بالسايكولوجي الآن اللي هو مور كريدنس اللي هو الـ دي أس أم أوكي سلامتكم عندي دكتور الله أحبك العافية الله يرضى عنك إن شاء الله إذا بس ممكن كنت معنا شغلة أخيرة بعد إذنك أه تفضل تفضل أنا بكون مبسوط أنا بكون مبسوط زيد سمعني أنا بكون مبسوط وبشعر إنك إنت متابع وتابع أول بأول لا تتردد بإنك تسألني يعني بكون مبسوط كثير تفضل الله دكتور بس اتطرقت لنقطة لغري أريا آه آه بس إذا ممكن والله يبسات يعني تدينيها بشكل سريع أوكي تمام لما حكينا عن لغري أريا وغري أريا إحنا تحدثنا عن جوانب ترتبط بالليغل and ethical issues related to the practice in psychology يعني لما يكون عندك لنكال صايكولوجست أو يكون عندي على سبيل المثال Psychiatrist أو Counseling Psychologist في أشياء خلال البراكتس بتواجو there are على سبيل المثال خليني أقول procedures that are clearly right هو بعرف أنه أم رائد to do that فاهم علي وفي شغلات بعرف أنه it is not right it is un-legal it's illegal or it's على سبيل المثال un-ethical illegal or un-ethical هاي بنسميها ال-white area اللي it is known that it's right to do that هذا ال-white area and the black area or dark area اللي هي it's known that what إنه it's illegal or that's unethical to do such things فبالتالي هذول منطقتين معروفات the gray area حقيقة هي يعني منطقة أصغر من هذول المناطب لذلك أنا لما لما حكيتها حكيت إنه عندنا kind of ambiguity لما نتحدث عن هاي l-ambiguity هي the gray area حقيقة بيكون أنا مش عارف it is not clearly stated ماشي الحال إنه هذا الشيء right or not right هذا الشيء or illegal ethical or unethical فبالتالي حكيت لك سابقا حكيت للجميع إنه you have to use your wisdom إنه على سبيل المثال let me give you an example بسيط جدا وخليني أخذه من شغلكم منتم على سبيل المثال إنت على سبيل المثال عملت سيرجري لشخص معين بشغلة بسيطة بشغلة بسيطة لنفترض إنه بدك تعمل زائدة زائدة الدودية استيصال زائدة الدودية لأنه صار فيها التهاب ولكن بعد ما عملت الجروح وجدت أمر أكثر خطورة more serious condition عند هذا الشخص الآن إنت ك health practitioner كدكتور physician انت الشيء اللي وقعوا عليه إما البيشن نفسه أو البيان ماش الحال هو اللي مطلوب منك تعمله ولكن أنت الآن وجدت على سبيل المثال إنه there is another condition more serious وبالتالي هذا ممكن إنه affect negatively affect على سبيل المثال his or her life شو your decision what will be شو ممكن تعمل فبالتالي قرارك هون هذا بالغري area هذا بالغري area إذا أنت قلت ليش لأنه الغري area لأنه interferes with legal issues another approach هو عندنا ethical issues طب أنا إذا مشيت بالlegal issues راح أعمل إيش violation لل ethical issues مع إنه so you have to use your wisdom إنت اللي بتقرر في جانب معين لما يكون على سبيل المثال is to save life of somebody إذن شو معنى ال gray area لما تكون الأمور يعني vague إلى حدا ما وبالتالي أنا بدي أتخذ القرار اللي بشوفه مناسب at that time هذا سمينا gray area أو المنطقة اللي يعني مش واضح فيها إنه هل هو صح أو خطأ هل هو كذا it is not clearly stated في law أو في ethical booklet أو غيرها من الجوالي أتمنى أكون يعني وضحت الفكرة بشكل جيد الله أعطيك العاف دكتور اللي بحث في الكورت هو برضو يعتبر مثال عليها مش فاهم عليك لا الكورت الكورت بختلف إلى حدا ما لأنه أنت لا اتوضح لي سؤالك أكثر شو بتقصد بأنه أنا بالكورت شو قضية ممكن تكون مثلا إذا حدثت جريمة قتل أو معين ممكن يحكي لك أن هذا شخص مريض نفسي هذا جانب آخر هذا علاقة بال psychological evaluation لأنه أنا بدي أقوم بال psychological evaluation أو بدي أعمل اللي حكينا عنها ال clinical interview لهذا الشخص حتى أعمل evaluation اللي موجودة عنده لأنه بيدعي أنه عنده قصور عقلي بيدعي أنه ما كان ش داري وهو أصلا بدريش عن حاله شو بعمل وإلى آخره يعني بس أنه هذا الجانب آخر تماما ماشي الحال ولذلك clinical interview واضحة أنا بدأ ناقشب أشياء معينة أشوف أنه الشخص طبيعي مش طبيعي ممكن تحاول تخدعه بعض الجوانب تعطيه أشياء مفاجئة تشوف أنه بيستجيب بشكل أو بآخر حتى تحدد أنه مدى سويت هذا الفرد يعني هذا different يوسف تفضلي يوسف أعافي دكتور الله يرضى عليك أعافي أهلا نصر دكتور حكيت لنا أنه بدك تشرح لنا شو هي الكودز بالمحاضرة السابقة شو هو إيش الكودز بالمحاضرة الDSM كان بيحكي لك أنه بوث سيستم ربريزن كودز ومانيولز إلى آخره سأكد لنا أنك سأكد لنا شو الكودز طائل خليني بالله أدخل عن نت وأطلع لكم كود مش بد أشرح لكم شو هو الكود هو واضح تماما الكود هو حتى كلينيكال سايكولوجيست أو حتى كتاونسولين سايكولوجيست ما من استخدم كثير in most Arab countries we don't use codes during diagnosis لكن في الشركات أو خلينا نقول في الدول الأجنبية بركزوا على هذا الموضوع لأنه ما بتدفع إلا حتى يشعروا أنه في عندي فورمال diagnosis عندهم ما بيعتبروا الدايجنوس إنه فورمال إلا إذا كان في إيش إذا كان في عندك عدة جوانب السباح كلك إياها عندك بالأول الدايجنوس بعد الكود الكود بيحتوي على عندنا الأول اللي هو رقم والثاني اللي هو الكود اللي هو الرمز فالأف على سبيل المثال صفر عشرين الآن خليني بس أحاول أدخل عليه DSM OK codes Diagnosis فهم ليش بيستمو الشغل هاي لأنه ما بيعتبروا إنه الدايجنوس عفوا إنه فورمال إلا حتى يكون هيك وما بيصرفوا له حتى المدكيشنز اللي ريكويرد إلا لما يكون عنده كود طيب خليني أحاول إني أعمل شعر الآن هاي من هون و Windows أوكي أيوة أوكي شايفين يا شباب على سبيل المثال عندي ASD له Acute Stress Disorder في عندك code شايف كيف على سبيل مثال F43 point O شايفين هذا بيكون عملنا بس هم بالعادي شو بيعملوا بالعادي بيعملوا الدايجنوس اللي موجود أمامك شايفو وجنبه بيكتبوا النمبر هذا أو بيعطوك تصنيفين مرات على ICD شو بيكون الكود وعدي SM شو بيكون الكود وفي أشياء أخرى اللي ها علاقة بسموها الاسپاسيفيرز هون بيكون مكتوب اسپاسيفيرز يعني على سبيل المثال acute stress disorder with limited time يعني شو الأشياء اللي مرتبطة فيه أو العرض الأبرز أو اللي متركز فيه هذا الدسوردر لاحظون adjustment disorder هم مش حطين شو آه وين كمان هاي الانتي سوشال بهيفيور شايف زد و وكذلك وضحة الصورة بس إذن ليش بنستخدمه غالبا هو آه يعني آه آه بيكون لا آه آه أغراض آه بترتبط بالجوانب المالية والجوانب القانونية والشركات التأمين زي ما حكيت لكم قبل قليل ما له علاقة يعني بالجوانب المهنية العادية لكن هي جوانب قانونية بدوا يعتمدوها خاصة أنه هناك insurance companies بتختلف عندنا يعني ممكن compensation يكون عالي كثير فبالتالي بيشتغلوا على هذا السياق طيب خلينا نبدأ آه إذا آه تسمحوا لي خلينا بس أبدأ بال آه ستجيل بالأول أوكي تمام الآن موجود أمامكم إخواني العزيز الأعزاء السلايدات الله يرضى عنكم طيب إخواني الكرام ننتحدث اليوم عن خلينا أقول one of the childhood disorders which is separation anxiety disorder separation and anxiety disorder اللي بنا نعرفه إخواني الكرام إن this context إن separation to some extent هو normal في early childhood يعني على سبيل المثال أنت تعال وشوف أخوك الغير أو شوف ابن أخوك أو إلا آخره بلاقي إنه على سبيل المثال he show kind of fear or anxiety towards strangers صح ولا لا الناس اللي بيشوفهم كل يوم بتلاقي طبيعي معهم تماما ولكن لما يكون شخص stranger بتلاقي إنه بيبعد عنه بشكل كبير وممكن يصرخ وممكن إلى آخر إذن هو في early childhood ممكن يكون طبيعي جدا ولكن حقيقة إنه بعض بعض إنه بيختلف عندهم هذا 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 to express this separation وال separation عندهم بيستمر لما بعد الموعد الطبيعي يعني ماشي شيء في الشارع هذا هذا عمو هذا عمو طب ليش هذا الموضوع إنه بدأنا نتحدث بإنه بالبداية كان طبيعي ولكن بعدين إذا استمر في show fear and separation toward others أو الناس اللي خارج البيت منعتبر مشكلة another point حقيقة مهمة في هذا disorder هي إنه attachment لمن attachment مع من مع الميجر فقر اللي موجود عنده في البيت وبالتالي إحنا منعتبر إنه هو برتبط بشخص معين هو بكون care provider داخل البيت بمكن يكون الأم والأب بمكن يكون الأخ الأكبر ممكن إلى آخره وبرفض الابتعاد عنهم بشكل كبير حقيقة إذا استمر هذا الأمر بعد عمر سنتين ثلاث سنوات وبدأ يظهر بشكل واضح وكبير نعتبر إنه الطفل عنده ما يعرف ب separation anxiety حتى أشوف إنه السمتوم الموجودة عنده meet the requirements إلا هي إلاها علاقة بإيش بالcriteria اللي موجودة في الDSM اللي بنحكي عنه الآن إذا خلينا نأخذ an overview about this disorder separation anxiety is a normal stage of development يعني هو شيء طبيعي جدا وبالتالي ما لازم نخاف على إنه الإنفانس أو التدلر بصير عندهم هذا الجانب يعني اللي بيمشو باعتهم بصغار بعمر السنتين سنتين ونص إلى آخر يوم تشلد رين أوفن إكسperience a period of separation anxiety وهذا الشيء very normal but most children out grow separation anxiety by about three years of age مام نقدر نقول إنه عندي cut point ولكن about three years of age most of children بكون out get rid of separation anxiety وبدوا يتعايشوا حتى مع strangers على إنهم strangers but they don't express the symptoms of separation and fear toward them إذن هاي النقطة يعني important in some children هون من تحدث عن المثال على الشيء اللي مش حقيقة normal in some children separation anxiety شو بكون is a sign of a more serious condition بكون الموضوع مش مجرد هي developmental يعني requirement أو normal development لا بكون في عندي serious condition known as SAD SAD والSAD رح يمر معنا أكثر من مرة عشان نكون عارفين SAD ممكن يكون على سبيل مثال separation anxiety disorder مش الحال social anxiety disorder و لا بس هذول اثنين الثالث الASD ok separation anxiety disorder starting as early as preschool age mostly mostly starting at this age يعني ما بستمر لفترة ضويلة ولذلك هو rarely يظهر في adolescence or after that يعني صعب حقيقة أنه يظهر مع أنه ممكن يظهر ولكن هو مرة continue until adulthood طيب عشان نفهمه بشكل أفضل نتحدث عن criteria نتحدث عن criteria نتحدث عن diagnostic criteria إخواني الكرام أنا بدي أتحدث لكم الآن عن diagnostic criteria الآن لما أقول لك diagnostic criteria بدي أشوف بدي أشوف أن every single criteria stated لازم يكون موجود unless it is stated another thing يعني على سبيل المثال إذا بيقول لي لكرiteria all of the following معناة all of the following لما يقول لي three of the following must meet all of the following or three of the following من قول three of the following ما شهر فلازم التزم بالشيء اللي موجود عندي ومنصوص عليه في diagnostic criteria لو كان على سبيل المثال بيقول لي إنه على سبيل المثال إنه لازم يكون ما شهر three of the following من قول إذا كان في ثنتين من قول إنه the case doesn't meet the criteria لفلاني وبالتالي we can't diagnose the case with this kind of disorder a developmentally inappropriate and excessive fear إذن في عندي مشكلة في development ما شالحال و excessive fear or anxiety لويش هذا concerning separation from those to whom the individual is attached مهو هو attached لمن تاجد مع ال parents or مع siblings أخلا كبر أو غير by at least three of the following خلينا قبل ما نحكي عن طبعا ال A نسميها major criteria major criteria وال 1 2 3 هؤلاء نسميهم minor criteria minor criteria فعشان نعرف حتى to meet the requirement of the major criteria لازم ألتزم بإيش بيديش هو بقول لي لازم to meet how many minor criteria يعني الآن بقول لي الآن at least three of the following إذا إذا أنا شفت أن الكيس meet two minor criteria معنات بقول أن الكرائت رأي نط مت وبالتالي شو بعمل بقول we don't diagnose the case بس we deal with the symptoms we deal with the symptoms خلينا نحكي عن الموضوع قبل ما نبدأ بهذا الأ essential feature الأ essential feature the separation and anxiety disorder شو هو شو نكون واضح بشكل كبير هو excessive fear or anxiety هذا أهم شيء طبيعي جدا أن أنا حتى children والأدولتس وكذا أن مرات أن يعني بعطيش نفس الجانب الاموشنال اللي بكون موجود عندي لل strangers مثل ما بعطيها لل family members ولكن إذا شعرت أن الطفل يعبر عن هاي الأشياء excessively يعني فعلا بيكون في عنده excessive fear excessive anxiety بقول في عنده مشكلة لذلك excessive fear or anxiety concerning separation from whom or attachment figures واللي بنسميهم حقيقة الميجر attachment figures اللي هم المرتبط فيهم الطفل أو هو attached with والأن anxiety in this case exceeds what may be expected يعني أنا بتحدث الآن عن شيء مش طبيعي شيء مش طبيعي ممكن يصير يصرخ الطفل بشكل كبير جدا يعني ممكن أنت يجي عليك ضيف لما يشوف الطفل الضيف يصرخ بشكل كبير ويبتعد من الدخول عن الغرفة ويظل يصرخ ويعبر عن مخاوف قد تكون يعني بتخيلها تخيل إنه أجه هذا الزلم وكذا وعامل وإلى آخره مع إنه ما فيه أي شيء من هذا الجانب إذن exceeds what may be expected by a given person's development 11 وبالتالي بيكون يعني مخالف أيضا للجانب النمائي المرتبط بلدها الطفل مين بدي يسأل سؤال نعم أنا شوفت تريز هاند قبل شوي أنا دكتور كنت بدي أسأل سنتجا راحت يعني ما نحكي excessive يعني لأي مدى excessive يعني أيش مثلا مثال ممكن نحكي نعرف إنه excessive fear مش طبيعي أحسنت إحنا راح نحكي عن الجانب هذا بشكل أو بآخر لكن مهمة هون إنه أنت شو بتعتقد إنه الطفل يتعامل مع strangers there is no شوف كيف a specific point there is no specific point بس in normal condition للطفل لما يشوف strangers شو بيكون ممكن على سبيل المثال يقعد بحضن أبو صح بس يظل قاعد بالغرفة يفوت على الغرفة لا يسلمش على الغريب هذا expected وهذا ما من يقدر نقول أنه excessive صح ولكن إذا هذا شو عمل صار يصرخ بشكل كبير جدا وراح ما يصاب بالإغماء وغيرها من الجوانب ويحضن والده بشدة ويبكي بشدة وبعد ذلك بدأ الطفل يبدأ الطفل على سبيل المثال خليني أحكي أنا حكيت الموضوح هذا له علاقة بالطراب ثاني بس خليني أحكي بشكل أكثر بخاف إنه أم تروع عنه بخاف إنه أمه تروح عنه أو بخاف إنه أبو يروح مشواره ويتركه بخاف يظل حاله فبالتالي الطفل بهاي الحالة يعني منعتبر إنه صار في يعني إكسسيف السلوك تبعه مش طبيعي طفل سلوكه صار مش طبيعي أنا ترى المعدرة دخلت على اضطراب آخر رح نأخذه المرة المرة القادمة ماشي الحال لأنه في أطفال بيصير في عندهم خوف الغرباء ماشي الحال سابريشن انكزايتي لا هو إلو علاقة بال ماجر التاجمنت فجر ماجر التاجمنت فجر يعني هو الفير والإكسسيف انكزايتي بيصير عنده بيقوم بيهيفيور إلها علاقة توافويد إيش توافويد بيين سابريتد فرام مين الماجر التاجمنت فجر يعني إذا بيشوف أمه لبسة وين بدك تروحي وين بدك تيجي بيشوف أبوه على سبيل المثال إذا كان الأبو هو الكير بروفايدر الماجر التاجمنت فجر بيشوف أبوه على سبيل المثال قام وين بدك تروح بيطلع أبوه على البلكونة يعني قرب البيت بيظلم راقبه وخايف أنه روح عنه وبالتالي حتى بدخل بمواضيع يعني يرفض بأي حال من الأحوال الإبتعاد عن والده كثير من الأحيان ممكن يرفض أنه روح على المدرسة تخيل وبالتالي يعني بيظهر بعض اللي بتكون نعم 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 يا نواف أو محمد نواف دكتور ذكرت في مثال حبات أني أطرحه أنا أكيد يعني مش بشخص الطفل بس كان في طفل هيك في المدرسة بذكر أنه ما كان يرضى يداهم مع المدرسة اللي حتى يكون والده معه يعني حتى يصير يصرخ ويعيط يعني حالة هيك مبسعة كانت إذا انفصل عنه أو روح والد وتركه نعم أحسنت هذا الطفل هاي بنسميها إحنا بالتالي بشوفه في البيت أسبيل مثال هاو هاو دس دس تشايد به أتهم فبالتالي إذا كان أتهم والله إنه فعلا بظهر يعني بتكون كثير اكساسيف نقول له وقف يعني دائما دائما مراقب أبو مراقب أمه بخاف يطلع و بخاف يتركوه وين بنام الطفل وين بنام هل بنام زيه زي إخوته خليني أقول بديش أعطي مواصفات خاصة شرط بغرفة لحاله هل بنام زيه زي إخوته ولا برفض إلا ينام عند أبوه أو عند الشخص اللي بعتبره الماجر التاجمنت فيجر الأحلام اللي بيحلمها هل بيصير في عنده نايتميرز على سبيل المثال ولا لا هل بيصير في عنده على سبيل المثال بعض الأحيان فيزيكل سيمبتوم ولا لا فأنا بد أكون واعي لكل هاي الجوانب وي كانت بشكل هام وي كانت ديبند أون أسينجل سيمبتوم ماشي الحال عشان إحنا نعمل دياغنوس للشيلدرين لكن كثير من الأطفال هنا حكيت لكم هذا الجانب ديشو يعني إلى حد ما إلى حد ما يعني إكساسف سيمبتوم وهذا الشيء اللي أنا بحاول أوصل لكم إياه لما أقول إكساسف سيمبتوم معناته أنا يعني I don't make دياغنوس بس بالاتجاه الآخر أنا بقول إنه هذا الطفل ممكن يكون عنده هذا الجانب بس إحنا بدنا نتأكد من الموضوع طيب المعنور كرايتيريا خلنا نشو بلا ركارنس أكساسف ديسترس وين ان انتسيباتي أو اكسپيريانس سپريشن فرم هوم أو فرم مجر التجمنت شايفين كيف وبالتالي وين متى بصير هذا ركارنس أكساسف ديسترس الشغلة بتصير مش مرة واحدة ركارنس بتكون وإكساسف شرط ماشي وين انتسيباتي أو يعني ممكن يشوف إنه أهل باتهم يطلعوا يقيم الدنيا مثل إحنا ما بنحكيها أو ممكن يتخيل أو يتوقع أو الشغلة تكون هو بتواهم إنه ممكن باتهم يروح وممكن إلى آخره بتصير عنده هذا الإكساسف ديسترس أو خليني أحكيه بشكل آخر إنه اللي عندهم السباريشن عنكزايتي عندهم السيمبتومس المهم نحكيه بهذا الجانب إنه ممكن يكون ممكن يكون بديش أفصل لكم كثير ممكن يكون يعني experiencing or experienced or anticipated ماشي الحال يعني بظهر عنده ماشي according to إما بيكون عندي anticipated or experienced separation يعني ممكن كل آهل باتهم يطلعوا فعلا وممكن حتى هو يتوقع إنهم باتهم يطلعوا بتالي مثل ما رح نشوف بعد شوي الموضوع يعني بزداد صعوبة بشكل كبير persistent and excessive worry about losing major attachment figures or about possible harm to them such as illness injury disasters or death أنا بتحدث الآن إنه في عندي persistent excessive worry شو الشيء المهم هو losing major attachment figure شايفين كيف وبالتالي هو حتى الharm اللي related major attachment figure أو illness أو injury أو disaster لأنه بخاف إنهم يدخلوا المستشفى وبالتالي يكون نضطر إنه يبعد عنهم وبالتالي هو تخيل بيفكر بينه وبين حاله بهاي الجوانب لما نقول worry خايف إنه يمرض أبو خايف إنه تمرض أمه خايف إنه صير معاه حادث خايف إنه يمرض هو بالتالي ممكن يدخل المستشفى وما يكون إش حاد عنده فهمتوا فلذلك all of these examples related to losing major attachment figures يعني هو يبعد عنهم أو هم يبعد عنهم فبالتالي إنه كون هو worried about well being or death أو أي شيء آخر attachment figures particularly when separated from them ولذلك مهم جدا إني أركز على مش على العرض البسيط اللي أنا بحكي عنه أكون عارف شو الشيء اللي بعده إذا بشوف الطفل على سبيل المثال بيسألي بشكل كبير عن صحة أبوه عن صحة أمه إذا بيسألي كثير خايف يصير معنا حادث خايف يصير معنا كذا خايف يصير هيك بالبيت حاول أقعد مع الطفل وفهم لو طيب خايف يصير معك هذا الشيء لأنه بالنهاية ممكن أن يعبر عن حالة من السبري يعني خايف أنه يبعد عنه أو هو يبعد عنه ثري بالمiner criteria الثري persistent and excessive worry about experiencing unwanted event شوف نفس الفكرة يعني all of these minor criteria express what suppress أنه avoid trying to avoid what being separated from major attachment figure get lost شوف كيف أنه get lost being kidnapped خيلوا have an accident طبعا هذا محطوط مش موضوع ل لنا عندنا عسابين مثال هاي الأشياء ممكن تكون أقل بكثير ماشي لكن هي يعني different cultures having an accident becoming ill كل ليش that causes separation from a major attachment figure فهمت أخوان الأعزاء طيب الفور persistent reluctance بصير عندي reluctance لإيش or refusal to go out بطلع طب ليش بديش أكون separated from major attachment figure away from home home to school to work or elsewhere because of fear of separation طبعا حط work لإنه هو قلنا إحنا إنه may continue until adulthood فبتالي ممكن كن في work or elsewhere because of fear of separation 5 persistent and excessive fear of or reluctance about being alone or without major attachment figure at home or in other settings كل هاي الجوانب شو مالها express the try to avoid إح being separated from major attachment figure شايفين كل الأشياء persistent reluctance to إح refusal to إح sleep away from home or go sleep without being near major attachment figure بس بس رع repeated nightmares شايفين وين بتوسل معلومون بصير في عندي nightmares involving the theme of separation يعني content nightmares بيكون related لإيش ل separation بشوف إنه عسبي المثال parent L بشوف إنه هو عسبي المثال داخل المستشفى وبعيد عن أسرته بشوف إنه اتعرض ل kidnapping إنه عسبي المثال one of major attachment figure died على سبيل المثال إلى آخره repeated complaints of physical symptoms وهي بتصير ليش لأنه بصير في عندي anxiety بثير من الأحيان anxiety لما يصير excessive برتبط بإيش برتبط physical symptoms أو complaints بصير في عنده headaches على سبيل مثال stomachs نوز vomiting إلى آخره بصير في عنده ألم في البطن بشكل متكرر بصير في عنده بعض الأشياء ممكن مش موجودة بصير في عنده تظاهر بالمرض بشكل متكرر إذا شعر إنه إذا شعر إنه تظاهره بالمرض أو مرضه بيخلي أحد أو major attachment في جنبه يعني بترك المهنة بيغيب ذلك اليوم وبظل في البيت فبيزداد فرصة إنه تصير هاي الجوانب آه آكي الآن شفتوا كيف هاي الآيد هذول كلهم إخواني الأعزاء لا إيش كلهم لا إيه شوفوا كيف بدنا نقول إنه 3 3 of the minor criteria have to be met ما شلحال to meet the requirement of major criteria إيه فهمتوا أنا اللي مطلوب مني إنه يتحقق عندي to meet the requirements of A and B and C and D and E صح ولا لا عشان to meet the requirement of A شو بصير بصير عندي شو كاتب أنا أنا أتليست ثري. إذن ثري أو مر مانوري كريتريا عشان إيش؟ طو متدري قوير منطف اية ايها كان ليس دان ثري مانور بنقول لا مام شخصا ودقيه وكبير القيام اللي نتعمل معا بطرق إيجابية وإلى آخره دون 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 دوني دياغنوزز بيه رليس تنتوني؟ الامن نرو على المجرية الثاني ب شايفين the fear or anxiety or avoidance is persistent مش والله يوم أو يوم لا مرة أو مرة لا ما بوزبط persistent and lasting at least four weeks in children and adolescents and typically six months or more in adults شايفين إخواني يعني هو persistent ومش والله إنو persistent one week لا إنو at least build children with adolescents قديش four weeks ما عشي لكن بالنسوى لل adults six months or more ركزوا على هاي الجوانب لو سمحتو الدستربنس سيه الآن الآن بوخذ المجر criteria سي Disturbance causes clinically significant distress إخواني لو كل criteria مت we don't consider the disorder a disorder unless it causes it causes significant distress تهمين علي يعني باختصار ال disorder ما بتبرو disorder إذا كان على سبيل المثال كل كل ال functioning area اللي موجودة عند الفرد work will socially cognitively شو بدأ قل لكم بال family area بال كل تمام تمام وبالتالي هل هو عنده disorder ما عنده disorder وبالتالي سي هاي disturbance it has to cause a clinically significant distress or impairment حتى أنا اعتبرو إنه disorder حتى اعتبرو إنه disorder ولذلك انا حطيت لكم ياه مثل ما انتو شايفين حطيت لكم ياه باللون الاحمر حتى انتو يعني to give more importance on these points محمد نواف محمد فضل خوي دكتور بس بيسألك يعني انت قصدك إنه لو كانت الكريتيريا هاي كلهات حمد أنا ما بقدر إني أشخص بديزيز إلا إذا كان انترفير with life يعني بالضبط يعني لازم يكون انترفير with life areas مستحيل ولاحظ يا أخوي يا محمد إنه الكلام للجميع إنه الآن هل يمكن هل يمكن إنه all the previous criteria مت وبالنهاية هو يعني كل functions will هذا صعب جدا مستحيل مستحيل إنه يكون عنده هذا الجانب هذا بنعتبره في بعض الأحيان بال sleep and awake disorders بنعتبره بديش أحكي عنه الآن حتى ما أستبغي الأحداث حتى ما تكتبوه بالوقت الحالي لأنه بقول لك ما بنامش بقول لك أنا ما بنام Does this person have a sleep disorder على سبيل المثال أنا ما بعرف أنا بركز على إيش على day complaint وهذا رح نحكيه بشكل مفصل إن شاء الله بركز عن day complaint طيب أنت بنهار بتكون مصحصح ولا بتكون نايم ولا بتكون مش قادر وتعبان وإلى آخر يبقول لك والله بصحصح وتمام ما عندي مشكلة ما عندك ولا مشكلة ولا عندك أي شيء فهمتوا يلا خلينا نمشي لك دام ولا في حد حاب يحكي يلا يوسف دكتور بس سؤال بسيط بعد أتفضل هس لو مثلا الكراتيريا A وB مت وC مش مت بنعتبر الشخص عنده separation and anxiety symptoms مش disorder صحيح برافو عليك you got it برافو عليك بنعتبرها separation and anxiety symptoms we deal with these symptoms without releasing a diagnosis فهمت علي لأنه نحن نشتغل الآن scientifically ما بنقدر نقول والله أنه طب ما عنده ما نقول هو عنده بس منعتبرها أنه symptoms of separation anxiety ماش الحال بس ما بنعتبره as a specific disorder we don't release ال 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 خالد مش عارف خالد ولا شادي ولا مش عارف قرأي الاسم لو سمحت سجود آسف سجود فضلي سجود أنه في أشياء محددة يعني contribute to this disorder ما بقدر أقول أنه أنه هاي الفاكتورز هي عسبي المثال اللي cause هذا disorder خلي خلي شوية لو سمحت لي سجود شكرا سؤالك مهم طبعا طيب إذن فهمنا أنا لحد الآن يعني ما بعرف سيضل معي وقت ولا لا إني أحط لكم باللون الأحمر لأنه غالبا مهمة جدا إذن شوفوا ال شوفوا كيف عندنا أي إيريا حياته لازم تكون امبرد أو عنده مشكلة فيها الآن الد الدستيربنس not better explained by another mental disorder أول محاضرات إحنا بنبشي شوي شوي بعد شوي رح نسرع عشان تكون الصورة واضحة لأنه فيه أشياء معين الآن تفهمت شو هو الميجور كرايتيريا فهمت شو هو الميجور كرايتيريا الآن بدك تعرف شيء معين إله علاقة أو خليني أحكي بشكل آخر طبعا هو مصطلح يعني بالميديكال ساتينجز واضح كثير بس أنا لازم أوضح لأنه نحن بنركز عليه كثير إلا هو الديفرنشل ديفرنشل آآ دياغنوسيس يعني إحنا بنركز عليها بشكل أو آخر شو معنى الديفرنشل دياغنوسيس شو هو الديفرنشل دياغنوسيس إنه في عندي إخواني الأعزاء شو إيش آآ على سبيل مثال أو خلينا أقولها مش شو شير سم سيميلر سيمبتوم صح ولا لا إني على سبيل مثال بدي أاجي على خليني أقول السوشال أنجزايتي السوشال أنجزايتي فيها إنه نوع من الخوف من الآخرين فيروف أذرس مع إنه بختلف طبعا هو فيروف أذرس وباجي على السبريش أنجزايتي شوفتو وين لاثنين لاثنين باثنين مالهم لاثنين أجزايتي أجزايتي أو فير تورد مين تورد شيء معين هذا إلو علاقة بناس هذا إلو علاقة بناس فانا المجر التجمي هذا لناس ثانين طب لاثنين فيهم هذا الجانب طب كيف how to differentiate how to distinguish بينهم مظل من قوله you have to use الد أو ما يعربي differential diagnosis أحيانا بقلو DDX ماشين differential diagnosis differential diagnosis إذن إنو when عسابي المثال لما how to distinguish a disease or disorder ماشالحال from 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 other disorders that share symptoms with أو share similar symptoms هذا عنده نفس الجانب هذا عنده نفس الجانب طب كيف أعرف إنه هذا disorder مش هذا disorder من قل وقف أحيانا في psychological disorders بد ركز على الشيء بنسميه cognitive ideation سامحوني cognitive ideation شو يعني cognitive ideation يعني يعني thinking تبع patient شو بيكون الكور point للأنxiety شو بتكون فهمتوني وهذا الشيء رح يصير واضح جدا ركز معاي ركز معاي بشكل كبير على cognitive ideation ل each disorder لإنه يعني هذا جانب very important عشان انت يعني to get better understanding of differential diagnosis ما رح تقدر تعمل differential diagnosis إلا حتى تفهم هذا الشيء بيكون يفكر أثناء الdisorder قضية الأخرى أنا بدي مرات بكون one symptom يعني they share just one symptom of other or another disorder بدي أقول أنه how this disorder ماشي الحال is different from the another بدي أحكي هذا الجانب عشان to be more clear خليني أحكي ما يلي there are two types of differential diagnosis in psychology the first one is general differential diagnosis the second one is شوه هاي نقطة مهمة كثير is the specific differential diagnosis بسم الله الحمد بال general differential diagnosis يعني أنا بدي أمر على physical diseases وبدي أمر على psychological disorders كاملة وأشوف when this disorder shares symptoms with any disorder or disease وبدي أقول هذا بختلف عن كذا وبختلف عن كذا let me give you an example لو بقولك إن أحيانا sometimes a patient with anxiety ما ش الحال feel chest pain شوف كيف بصير عنده على سبيل المثال chest pain نتيجة إيش نتيجة heart rate شو بصير فيها وال تنفس أيضا كيف بصير فبصير عنده أحيانا chest pain طب لما أجي وأقول كيف بدي أعرف إنه هاي physical problem ولا هي psychological problem يعني as a result of the anxiety I have to differentiate differentiate بدي أفسر إنتوا على سبيل المثال بالجانب الطبي بدي تشرح بدي تفهم إنه لا اللي عنده anxiety هذا بيكون في عنده other symptoms بدي أن تبهل هل هو مواقف معينة في specific situations بصير معاه هذا الجانب ولا هو نايم ممكن يصير معاه هذا الجانب وهو قاعد وبحالة استرخاء ولا لما يكون في stress هذا جانب مهم كثير لأنه يعني بدي أفهم شو شيء اللي بيعاني منه هذا الشخص هذا وبدي أمر إذن على سواء كان physical diseases أو psychological disorders أي واحد أيضا الشخص اللي عنده social anxiety بصير في عنده shaking أو الرجفة طب عندي البركنسون على سبيل المثال في رجفة بس البركنسون هو physical disease ما شالح الحال وال social anxiety disorder هو psychological disorder how to differentiate بدي أقول أنه وقف هذا بصير عنده هو قاعد ومرتاح وهو إلى آخر هذا بصير عنده عسبي المثال when he asked to عسبي المثال to give a performance or to give task in front of others فبالتالي هو بشعر أنه بال stress وغيرها من الجوانب you have to differentiate طيب الجانب الآخر هو specific differential diagnosis هذا بالركز عليه أكثر في psychology لأنه إحنا أصلا تخيلوا psychologist whether counseling psychologist clinical psychologist or psychiatrists are not allowed to deal with any disorders with age with physical symptoms until getting what until getting a report from doctors physicians that shows what in these symptoms are not related to a physical problem هذا يعني بدك تأخذوا بالاعتبار تخيلوا أريد أن أعطيكم مثال بسيط جدا تبول لا إرادي لدى الأطفال تبول لا إرادي لدى الأطفال شغلة طبيعية جدا وعادي جدا وأنا ك psychologist ممكن أشتغل معها بشكل كبير جدا ولكن أنا أول ما تجي لدي الأسرة وتقول لي والله إنه ابننا عنده تبول لا إرادي وقل عسبي مثال health problem physical problem بقوله وقف تع أنا الآن بحط الخطة العلاجية أو therapeutic plan ومنشتغل أنا والأسرة حتى إحنا ولذلك يعني legally انت responsible لما إيش لما تشتغل مع أي case في عندها physical symptoms فهمتوا وين الرسالة بال الاسpecific differential diagnosis أنا بتعمل I deal with the disorder or I differentiate the disorder from the disorders that in the same group that in the same group يعني على سبيل المثال لما بدي أخذ ال suppression anxiety بعمل differential diagnosis with other anxiety disorders فهمين كيف بدي أشوف أنه separation anxiety disorder مش social anxiety مش GAD مش agoraphobia مش إلى آخر مش فهمتوني فبالتالي أنا within the age the group التي ينتمي إليها هذا disorder فبالتالي بقدر أعرف أنه بهاي الحالة أنه this disorder or disturbance is not better explained by another mental disorder وهاي قدامكم the examples موجودة بشكل واضح الprevalence للseparation anxiety disorder لو خذنا أنه أخذوا الprevalence لـ 12 months وشافوا أنه هذا كيف الprevalence هذا disorder وجدوا أنه among adults كان 0.9% to 1.9% شافين هذا وين لدى الأدل بينما among children شوفوا كيف داش among children لذلك أنا وصفت بإنو childhood disorder between 6 to 12 months prevalence is estimated to be approximately 4%. I claim that النسبة لدى الأدل لس دان this ratio يعني أقل شوية النسبة لدى النسبة لدى النسبة هي اللي clearly stated في DSM لكن شوفوا لي أنه عند children هي 4% وبالأدل قدش بتكون 1.6 ليش أنا بقول هي أقل من هيك لأنها يعني بتبدأ بال childhood وبتستمر ببدو الأطفال شو ما لهم يطلعوا منها شوي شوي بتبدأ تقل 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 لحد ما يصلوا لل adulthood وبالتالي بتكون النسبة أقل من النسبة اللي مطروحة أمامنا بس إحنا يعني لازم نلتزم بالنسب اللي موجودة عندنا لأغراض لأغراض علمية الآن Suppression anxiety disorder decreases in prevalence شايفين from childhood through adolescence and adulthood زي ما حكينا بالضبط and is the most prevalent anxiety disorder in children younger than 12 years لو قلت لك هذا الموضوع إنه على سبيل المثال لو جبت لك سؤال عن prevalence لهذا ال disorder وعلى سبيل المثال which statement is correct regarding على سبيل المثال separation anxiety disorder لك تكون عارف إنه هذا ال disorder هو الموض ال بريول ان anxiety disorder in children مش جنرالي لا إلا هم younger than 12 years بالنسب لهذا بيعتبروا بالجنرال population بالنسب لل clinical samples بال children ال disorder equally common in males and females يعني ما كانش في difference بين المال وال females و بال community samples اللي هي ال disorder is more frequent in females إذا برن نشوف إنه في عندنا يعني precise point بدكت تأخذها بال consideration إنه ال clinical sample شوف علي equally common in males equally common in males and females equal بس بال community شوف كيف هي more frequent in females طيب ما بدي أحكي عنه كثير development and course طبعا تقرأ وكويس إنه ال onset separation anxiety disorder متى هو ممكن يبدأ ويظهر وإلى آخر ه maybe as early as preschool age كثير من الأعيين بالضغر مرحلة ما قبل المدرسة يعني عمر قلت لكم بعد السنتين وغالبا لو أن نخذ الأفرج بكون تقريبا ثلاث سنوات and may occur at any time during childhood and more rarely in adolescence لذلك لما حكيت عن الكوزز لهذا الموضوع هو اللي بخلي الكوزز تظهر بتسهم عن contribute to the onset of this disorder إلا هي ال experiences اللي بمر فيها وهذا شيء اللي أمام كم الآن لو خذنا risk and prognostic factors بنلاقي أن environmental factors هي حقيقة مهمة في هذا السياق ولذلك often develops after life stress especially a loss شايفين كيف يعني يعني هو ليش صار عنده على سبيل مثال fear or ليش صار anxious about separating from others أو major attachment figure لأن في حد صار في عنده death relative or pet مجرد أنه صار في عنده lost حتى للpet الموجود عنده ممكن يعكسه أو يسقطه على major attachment figure an illness of the individual or a relative لما يشوف أنه صار في loss شايفين بصير إيش يفكر بأنه هذا ممكن ينعكس على major attachment figures اللي هو بهتم فيهم بشكل كبير برضو من experiences change of school لأنه هو إيش أصحاب راح ماش الحال parental divorce فقد أحد أفراد أسرته فقد الأم الأب أو الأم مع مين صار هو موف نحن 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 شوف فقد ال environment اللي كان عايش فيها وغيرها من الجوانب ال differential diagnosis بتقرأوا لو سمحتوا لحالكم ماش الحال differential diagnosis لأنه زي ما حكيت لكم ده الضبط ال GAD شايفين شو بفريق على سبيل المثال عن الأغورافوبيا شو كيف ممكن أميزه عن الأغورافوبيا عن separation anxiety وال psychiatric disorders لأنه مرات بيكون عندي delusions حقيقة بال separation anxiety ممكن يكون في delusions ممكن تجعلني أنا ك clinical psychologist أتوهم بأنه في مشكلة ممكن تكون related to psychotic disorders عشان أكون من تابع لهذا الموضوع comorbidity comorbidity مصطلح يعني أيضا I think it's clear في medical setting وبالتالي بدأ أشوف what disorders or diseases اللي يعني come with this disorder or being together يعني بيكونوا مع بعضهم لما ألاقي ممكن ألاقي هاي الجوانب لاحظوا عند الأطفال اللي عندهم separation anxiety comorbidity with age ال GAD كثير من الأحيان بيكون عندهم ال GAD أو specific phobia يكون عنده خوف من أشياء محددة whereas in adults شو بيكون common comorbidities include specific phobia PTSD PTSD معناته في عندي traumatic experience panic disorder وال GAD أيضا social anxiety وال agoraphobia و etc أوكي زي ما بقولوها إلى الآن نكتفي ب هاي المحاضرة إن شاء الله وبتمنى منكم التحضير للمحاضرة القادمة ب شكل جيد في أي سؤال الله يعافيكم جدا إخواني الأعزائي الكرام سارة مراد سارة شو دكتور عندي سؤال بالنسبة لل social anxiety separation anxiety بال adult كيف بيكون شكلها إذا ما في كير كيفر أو ميجر أتاتشمنت فقر هو بكون مرتبط بشكل كبير جدا بال الزوجة ترتبط بالزوج على سبيل المثال أو مرتبط بالوالدين بشكل كبير جدا وبالتالي ممكن يرفض الزواج فيم تبين الفكرة ممكن البنت ترفض الزواج ممكن هو على سبيل المثال يصير باله تخيل إنه بديش أفتح ذهنكم على جانب آخر مرتبط الطراب آخر لما نعمل نعمل اليوم اللحقنا في الوقت فبيعينكم الله قرأوه إذا في سؤال بكرة بجاوب بداية المحاضرة القادمة فهمتوني فلذلك هي بتنتقل مع الفرد بيكون في عنده بيتوتي جدا بس بنفس الوقت بدي أراقب إيش الكوغنيتف آيدياشن الكوغنيتف آيدياشن هي اللي بتحدد شو هو هل هو عند الأدلت أنا بحكي الآن زي ما سألت سارة لأنه ليش هو بيتوتي كثير هل هو بيتوتي لأنه خايف أنه يبعد عن الميجر التاجمنت فقر ولا هو بيتوتي لأنه هو يعني مشهول وبيحب يقعد مع أسرته وهو إلى آخره بس إذا طلب منه أي شيء بروح شو شعوره لما يروح يشتري أغراض أو لما يطلع أو إلى آخره فبالتالي بناءنا على ذلك بنحدد أنه separation anxiety ولا لا يعني يعني rarely بثير أنه أنه the onset of this disorder أنه begins في الأدلت ماشي فبالتالي هي mostly بتصير بال early adulthood وحكينا أنه mostly in the average age of three فبالتالي بدأ أكون واعي لهذا الجانب ولكن after that بصير في عندي experiences ماشي الحال اللي حكيناها اللي بترتبط حقيقة ب أنه يفقد شيء معين أو كذا بتخيم على باله خليني أحكيا هيك فكرة الفقدان والخوف من الفقدان الآخرين وخاصة الميجر attachment figure يعطيكم العافية إخواني الأعزاء ومتمنيا لكم التوفيق ومن جديد أقول لكم تابع أول بأول الله يعطيكم الصحة والعافية السلام عليكم اشتركوا في القناة